السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبات الكريمات مرحبا بكم في قناتي وصفات متنوعة اليوم جبت لكم كيفية خفيفة اللي هي البريك اش كل اللي ما يعرفش البريك احنا ما نستغنوش عليه خاصة في شهر رمضان بدون اطالة يلا فينا الى المقادر كما راكم تشوفوا هنا يا حضرت جميع المكونات اولا جبت الفيونداشي اخديت مقلة درت لها شوية زبدة ودرت لها شوية زيت بعد ما سخنوه رميت الفيونداشي وطيبته فيهم ومبعد درت لها الملح ودرت لها شوية في الفلكحل اما بالنسبة للبطاطا طيبتها في شوية ماء ودرت لها شوية ملح ومبعد كطابت عبستها ومبعد خلطت لها شوية فرمادش ابيض او جبن ابيض وخلطت لها شوية معدنوس ودرت لها شوية ملح ودرت لها شوية في الفلكحل نكمل المقادر تاوعنا هذه بنسبة للبطاطا نكمل المقادر وحنا جبنا تاني كل جوب المبشور وجبنا تاني كل جوب الأبيض وجبنا المعدنوس وعندي بصل أبيض من قطع قطعة صغيرة وما طيبتوش هاد البصل بالعاني وبعد نقول لكم علش ودرت هنا زيتون أسود ودرت هنا شوية مرقت ودرت جوش حبات البيض والبيض هادوما باش نكسرهم في البوركة وعندي الملح وعندي فلكحل طبعا خديت هنا يا ورقة تعديول او ورقتين انا خديت وقطعتهم على ربعة يعني ولو عندي ثمانية هادوما الأجزاء هادوما الصغيرة باش نحطهم في وسط حبات تعديول باش على بالكم كي ندير جعل المكونات رح يتقالوا ومع البيض ممكن يتقطعوا لي على هديك انا درت هاد الفكرة باش نقطعهم هادا قطعة صغيرة يعني يكون حبا على ربعة واحنا عدنا زوتس ما عدنا ثمانية في كل ورقة تعديول نديروا لها هادا كل جسد في الواسط كي ما راكوا تشوفوا هنا يا عدنا تملنا اجزاء تركتك ناخدوا ورقة تعديول هنا يا نفرشوا لها هادا كل جس صغير تانيك هنديروا لها ذاك الجس ومن بعد كي ما راكوا تشاهدوا هنا يا درت لها البطاطا انا نغمان ممكن راح نبدأ بالجبن الابيض ميبون معلش ندير الجوب نقدر نديره في الاخير ندير هنا يا البطاطا ندير هنا بطاطا بعد ما خبصتها بينسيخ اذا تلاقى هادوك المكونات باش تولي عندها بنا فرشتها في القاعدة وما امطوع تحميل المكونات اللي راح يجو من بعد باش ما تنطلق ليش تقطعش الورقة تعديول ما راكوا تشوفوا هنا بصتها الكامل ومن بعد زدت هنا يا اللحم المرحي او المفروم الفيونداشي درت هنا تاني في طبقة تعال الفيونداشي كما راكوا تشاهدوا هاكدا كما راكوا تشاهدوا هاكدا ومن بعد زدت لها شوية ابصل انا درتو هاكدا كخضر باش كي يطيب نحصلوا لهذاك البصل هاداك اللي راح يعطينا البنة هاداك اللي راح يمدنا واحد الميزة خاصة يعني يمدنا البنة يعني ما ما نقدرش كيفاش نفهمكم وهنا نزيدو تاني كنديرو شوية زيتون السود او اخضر اللي عندك تيري اللي عندك تيري ونزيد انا شوية مرقة تتحبي ديري شوية هريسة ولا تحبي ديري شوية حر اللي بغيتي انا المهم انا درت شوية مرقة حبيت نبدلها ديك النوكة شوية ودرت لها هنا شوية مع دنوس ودرك نديلها شوية جبن ابيض يعني كان علي راح نديرو من الول ومبعد كي ما درتوش لا باس ما عليش يجي في الاخر يعني كتراح ندير الجبن في الاسفل وندير الجبن المبشور من الفوق يعني ما درت فينا ما ما درت لا الجبن الابلد في الاسفل ولا الجبن المبشور من الفوق يعني ما عليش يعني وبعد درتهم انا في الحبات اللي كانوا جايين درت لهم لا لا ونكسروا حبا بيت ما راكوا تشاهدوا هنا ونزيدوا شيء في الكحل وشوية ملح ونطويوا الحبة هاو دا كما راكوا تشاهدوا هاو دا هاو دا ولي تحب تدير شوية فارينة وتخلطها مع شوية ما باش تلسق الجوانب ها دوما يعني كنا نطبقوها وإلا يعني راح تقدر راح يكون عندها المكان يعني كيفاش تقله بالحبة يعني يعني لي خافت ما تلسق لهاش تدير او بيض البيض او يعني مايش مشكل هادي ناخدو هنا الورقة التانية هنا راني درت الجبل الابيض ولكني نسيت الجبل المبشور في الاعلى معليش معليش انا راني مبتدئة احيانا هاك دا تما راكوا تشاهدي نمسحه كامل على السطح تعاليك الورقة اللي حطيناها في الواسط باش تقول لي عندها بنا هاك دا تما راكوا تشاهدي وبعدين راح نديرو البطاطا هاو دا بالطريقة هادي هاو دا ترشوها على القاعدة على ورقة على الديون هاو دا تما راكوا تشاهدو هاو دا بادلنا فيونداشي طبقة عبيونداشي يعني هادي اه ولا غير كنا نديروها زمان يعني كنت عندها واحدة البنة يعني تاكل يحبه ما تزيدش مع الشرباء اخلاص ما تقوليش تحوسي على دوزيان بلا هنا تديري البصل الخضر هذا البصل لانا بالعاني ما طيبتوش والله العادي ما غير هاك دا غير عنده بنا 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 بزاف يعني هو اصلا بصل يتنكل الخضر ودرنا زيتون طباقة على الزيتون ودرنا هنا المعدنوس ودرنا شوية مرقد هنا يا يوم المرقد عنده نوكها يعني كي تلاقى معد المكونات راح يكون عنده نوكها وهنا يا درنا يعني حفرة باش نديرو البيت باش هادك السائل تاع البيت ما يخرش ما يخرش من الحباب يبقى التم ومامتور انا درنا هذيك الورقة اللي تجي من تحت هذيك الصغيرة يعني راح تحمل راح تحمل الورقة الكبيرة تعديون ودرنا لها شوية ملح وزدنا شوية في الكحل هنا ونطوو الحبه هاك دا بهالطريقة دوك نطووها نتحصلوا على مربع بعد اول بريك عام لي كما راكوا تشاهدوا المكونات وكالي يحب يديرها بطن كالي يحب يديرها بصدر الدجاج او بالكروفات او بالحوت يعني كل واحد كفيش يحب يديرها انا اليوم مراني اخترت لكم تعالي بلنداش يختار اخرى ان شاء الله نشوفو وصفات اخرى يعني كان بزيب عنوان هنا نطووها كما راكوا تشاهدوا نطووها هاك دا هاش قلت لك هنا اللي يحب اللي تحب تخدم باش تلسقها اما باياد البيت او بشوية فارينة وشوية ما كغيراء يعني انا مولف نخدمهم هاك دا دوك نقلبها يعني راح تشد روحا بهالطريقة هاك دا هايديك البريك تاني هنا ندر نازج كما راكوا تشاهدوا بعد ما تخلي الزيت في المقلة حقينا الحبابريك هاك دا وراكوا تشاهدوا هنا الزيت راي سخنة كثيرا هاك دا حتى تاخدوا التحمير هاديك هاك دا يا كما راكوا تشاهدوا وانتوكا راح نقلبوها مع الوش الثاني باش زيت حمار يعني البيت كل واحد كيفش يحبوه كالي يحبوه طايب زعب وكالي يحبوه نصطيب يعني كل واحد كيفش يحب الاختيار تعو هاك دا نشوفها ولا تحمرت مازل شوية بها الطريقة ها بدأ من بعد نقلب فيها ها بدأ حتى نعود نرجح الوش الاخر لي كان خاصها شوية حمارة وانا كنت درت ديجات لتحبات طيبتهم ولا نقطرها ونديرها في البابيا بصوبة باش يمتصليق على الزيت وهنا راح نضيف الحباء واحد اخرى نزيت نحن نكمل طيب التاعي بهالطريقة هاك دا يعني ماشي حاجة صعيبة يعني برك آآ كما قال آآ يكونوا عندك شي مكونات آآ آآ انا قلبتها هنا يا ديري وش حبيتي ما تقيديش غير بالشيلات يتقول لك اي شي عندك حطيه هاك دا نقعد نقلب فيها هاك دا الى ان ننتهي بهالطريقة هاك دا حتى تحمر مليح هاك دا الى ان ننتهي البريكة هنا راه وجد وحطيناه في صحن التقديم وشبحناه بشرائح الليمون وحبيبات على المرقد وشوية مع النص وكي ما راه كنت شادو هنا طابع حمر وشاهي هنا اختي دا نقسم لك حبة باش تشوفي كيفاش خرج انا اقول لك دمتي في رعاية الله وحبته وانشاء الله تجربها وراح تنجحي فيها ماشي حاجة صعبة ونخليكم بخير وعلى خير وانتلاقوا انشاء الله في وصفة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي الاخير انتملنا احبابتي تدعموني باش نواصل في هاد المشوار وتعطوني اراءكم وتفعلوا الجرس بس يصلكم كل جديد وإلى الملتقى